حرص سمو ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله على تعزيز العلاقات البحرينية الأمريكية استرشادا برؤى عاهل البلاد المفدة حفظ الله ورعاه في تعزيز العلاقات مع الدول الصادقة ولأكثر من 75 عاما حققت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية العديد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تخدم البلدين في مختلف مجالات التعاون المشترك علاقات ممتدة لأكثر من 75 عاما هي علاقات الصداقة البحرينية الأمريكية وفق منطلقات ومصالح مشتركة وخلال تلك المدة الزمنية تم بناء شراكة استراتيجية عززت الأمن في المنطقة وساهمت في الحفاظ على أسس السلام والاستقار والازدهار في العالم كما دعمت هذه العلاقة التعاون الاقتصادي بين البلدين العلاقة البحرينية الأمريكية حرصت فيها قيادة البلدين الصديقين على تعزيزها من خلال الزيارات المتبادلة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية حيث أن مملكة البحرين منحت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية صفة حليف من خارج النيتو كأول دولة خليجية تحصل على هذا اللقب كما أن الولايات المتحدة تتخذ من المملكة مقرا للأسطول الخامس لتعزيز العمل العسكري المشترك في منطقة الخليج العربي الشراكة الاستراتيجية البحرينية الأمريكية تسعى لأهداف مشتركة وهي الأهداف التي تسعى إليها حكومة مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وكمثال للأهداف دشنت حكومة مملكة البحرين مؤخرا مشروع منطقة التجارة الأمريكية وهي التي تأتي نتيجة لزيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 كما سبقها توقيع اتفاقيات عام 2017 بقيمة عشرة مليارات دولار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي جسدت انطلاق مرحلة جديدة من التعاون النوعي في مختلف القطاعات بين البلدين حارص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز العلاقات البحرينية الأمريكية استرشادا برؤى عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأضحط به العلاقة البحرينية الأمريكية تمتلك رصيدا غنيا من التعاون والتنسيق على الصعود الاقتصادية والتجارية والتي عززته اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وحققت مردودا كبيرا في تضاعف مستويات التبادل التجاري بين البلدين كما كان لها اثر في تعزيز الموقع التجاري للمملكة ودعم النشاط التجاري للولايات المتحدة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر